موسيقى من داخل إدارة العلاقات الإنسانية سعدنا أن نكون مع العقيد أشرف عزة لكي يحكي وتحدث ما يدور بداخل إدارة العلاقات الإنسانية الحقيقة دور العلاقات الإنسانية بتقوم بدور جوهاري ومحوري في وزارة الداخلية لأن هي لها نشاط اجتماعي ثقافي رياضي بيتعلق بكافة أعضاء هيئة الشرطة من السادة الزباط والأفراد والمدنيين والإخوة المجندين بداية من مراعاة الحالات الإنسانية الخاصة بهم من ظروفهم الاجتماعية حالتهم الصحية النواحي الدينية المتعلقة بهم نحن عندنا في بعض أوقات السنة بتيجي المولد النبو الشريف بنعمل مسبقات القرآن الكريم بنشوف الأفراد المميزين الجنود المميزين في حفظ القرآن وخلافه وكذلك رحلات العمرة والحج اللي بتقوم بيها العلاقات الإنسانية لكافة أعضاء هيئة الشرطة ومن ضمن الأعضاء إخواتنا وأسر الشهداء اللي استشهدوا في سبيل الواجب بالنسبة للناحية الاجتماعية بنراعي كل ما يعينه يتعلق بأسرة أعضاء هيئة الشرطة الرعاية الرياضية بيتم تنظيم لقاءات ودية بين بعض الأسر وبعض الأفراد في مناسبات عدة خلال العام وبيتم نحوم بعض الجوائز تنمية للمهارات الخاصة لأولاد وأسر أعضاء هيئة الشرطة لماذا إنشأت إدارة الشهيد؟ نحن عندنا نظرا لكثرة أعداد شهداء الشرطة حياة السيد الوزير محمد إبراهيم تفضل بإنشاء إدارة خاصة بإدارة الشهداء الشرطة وذلك نظرا لقصرة أعداد الشهداء بالإضافة إلى بذل أقصى درجة من العناية والرعاية والتخصص في هذا النوع من الرعاية والعناية لأسر الشهداء احنا ما بنقولش إن العدد بس بقى كم ضخم وكبير ولكن رغبة من سيادته في توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات والرعاية لأسر الشهداء منذ تاريخ الاستشهاد بالنسبة لعائلهم وهذا أقل ما يستحقه الشهيد رحمه الله إن الإدارة والوزارة تقدموا نتيجة لتضحيته في سبيل الوطن